اشتركوا في القناة بيتك الثاني هو برنامج دنيا يا دنيا هو البيت الكبير من اقدرنا نقول رؤيا لكن دائما احنا منقول انه طفلنا والبي بتاعنا وان شاء الله بيكون البي بي تابعك وانه انت في عندك كمان بي بي جديد الف مبروك مبارك لك فيها يعني هيتم اهلا وسهلا فيك بدنيا يا دنيا هيك حبينا بأول اطلال اليك يكون بتعريف فيك عام عنك لكل الاشخاص اللي بيتابعوا دنيا يا دنيا ومتابعين رؤيا فعرفنا هيك بداية عنك وعرف الناس شكرا كتير مايسو الله يبارك فيك شكرا كتير دانا بالتأكيد انا يعني رؤيا بالنسبة لي هي اصلا هي اصلا البيت يعني انا كنت مع بدايات رؤيا وهلأ عم بانتقل يعني عم باتطور الحمد لله رب العالمين مع رؤيا اللي هي بالنسبة لي هي نافذتي على الحياة الاعلامية وهي نافذتي على المهنة كمهنة يعني انا انطلقت من رؤيا وكملت معها ومن رمضان الماضي كان في عندي توقف وحاليا رح ارجع الحمد لله dinner كتير مبسوط وكتير متحمس لواحد من أعمدة البرامج في رؤيا اللي هو دنيا يا دنيا برنامج متابع على مستوى المملكة برنامج فيه له يعني مشاهدينه من ستات من رجال من كل الأطفال فيعني هي مسؤولية كتير كتير كبيرة بصراحة رؤيا من وجهة نظري اختلفت بآخر سنة يعني رؤيا صارت الأخت الكبيرة لكل الأردنيين يعني رؤيا بطلت مجرد شاشة رؤيا صارت أسلوب حياة بجوز بكل المواقف اللي تابعناها نحن كمملكة بجوز استشهاد البطل معاذ العواصف التلجية رؤيا دائما بتكون حلقة الوصل بين الدنيا والعائلة الأردنية فرؤيا بطلت مجرد شاشة بطل عليها موذيع بقدم برنامج صارت جزء من الحياة اليومية لمعظم المواطنين الأردنيين فبالنسبة لي هذا بالتأكيد مسؤولية كتير كبيرة بالنسبة لي شيء خطر كتير بالنسبة لي يعني مش مجرد برنامج بالنسبة لي حياة جديدة فإن شاء الله رب العالمين أني أكون إن شاء الله ومن أجمل أشياء في الحياة أنه الواحد أحلام وتتحقق أنا الحمد لله رب العالمين قبل شهرين إجتني بيبة صغيرة اسمها لي خبت ربا فعزك الله يخليك يا رب فهي يعني ملت علينا البيت وهيك وهلأ رؤيا فالحمد لله يعني بالنسبة لي يعني سنة بلشت من أجمل ما يكون والحمد لله رب العالمين البرامج الصباحية بالنسبة لي دائما مثيرة يعني البرامج الصباحية دائما فيها جوانب متعددة دنيا يا دنيا بجوز دائما كنت عم بحكي أنا وما يسأل ما نطلع الهواء أنه البرنامج لمين موجه هل هو الستات البيوت اللي عم بحضره وبجوز أطول فترة بيشوفوا البرنامج هم الستات البيوت ولكن في جانب رجالي في الموضوع كثير يعني في جانب رجالي في كل المواضيع النسائية ونستغل وجودك هلأ وجهة نظر الجر يعني إن شاء الله إن شاء الله أني أقدر أني أوصل الرسالة الرجالية في مثلا المواضيع اللي كثير بتخص المرأ خلينا نحكي مثلا عمليات التجميل إذا بحكي إنه مثلا واحدة من الستات إذا تعمل عملية التجميل شو رأي زوجها؟ طب هل بتستأزنوا ولا ما بتستأزنوا طب هل هو بيخاف من هذا الحكي ولا ما بيخاف هل هو ممكن إنه وجهة النظر الدكورية بالمواضيع مية بالمية ممكن إنه يخاف من أهله مثلا يخاف من حكي أهله طيب بالنسبة للتكلفة ممكن يجي رجل يحكي لأسته أوكي مثلا نسوي بس على حسابك هذا الشيء شخصي إذا بدأت ونعرف ممكن تكون تكلف كتير مواضيع تانية مثلا إلها دخل في الصحة النسائية مثل العقوم مثل أطفال النبيب مثل هذه الشغلات شو رأي الرجل إذا ما كان فيه دعم للزوج إذا ما كان فيه دعم للأخ دعم من الأب في هذا الموضوع إنه بالنسبة للست رح يكون موضوع حصعب إنها تواجه مشكلة كتير كبيرة صحية مشكلة نسائية ولكنها تواجهها لحالها بدأ الشجاع بالزبط فبدأ دعم كتير كبير فوين دور الرجل في الموضوع ووين موجود الرجل إن شاء الله إني قادر أوصل هذه الرسالة وإني أكون خليني أحكي للسان تبع الرجل في البرنامج صح يعني بتعرف إحنا يمكن من بداية دنيا جنيا من أربع سنين كل الناس تعودوا علينا أنه إحنا برنامج أنثوي ناعم لطيف لكن بالأون الأخيرة قررنا ومن قبل طبعا إدارتنا أنه ندخل العنصر الدكوري لأنه زي ما ذكرت يعني المرأة هي مش صاحبة قرار لوحدها هي صاحبة قرار ببعض الأمور لكن دائما نقول النصف الآخر من المجتمع الرجل بكمل المرأة والعكس صحيح هلا إحنا برضو بدنيا يا دنيا يعني بعد فترة وبعد الخبرة وهيك والتجربة دائما منلتفت أنه كل مذيع أو كل مقدم بدنيا يا دنيا بيكون في إله شخصيته بيكون في إله اهتمامه الخاص فيه اللي هو بيكون فيه توجه فبيعمل على إدخاله أو إضافته للبرنامج من خلال اهتماماته بالحياة سواء اهتمامات اجتماعية اهتمامات بمجال الأزياء بالمكياج بالتجميل بالطب بغيره بكل ما يتعلق بالأمور اللي إحنا بنعرضها بدنيا يا دنيا فمن نسبة إلك هيتم إيش الإضافة اللي أنت بتشعر أنه حسيتها مثلا يمكن مش موجودة كتير بدنيا يا دنيا أنا بدي أدخلها هلا أكيد البرنامج متنوع وشامل البرنامج كتير حلو وقائم يعني بحد ذاته بوجودكم أنتو ما شاء الله عليكم حكيت البرنامج عمود من أعمدة رؤيا وأنتو بالتأكيد من أعمدة البرنامج دانا وميس وشرف نجل وضلك كتير مني هيك وتجاملنا عشان تسهل لك لك ماشي أموري يعني عم بحكي بالجانب الشبابي بجوز أنا لأني أصلا دارس رياضة وأصلا أنا يعني بشتغل في مجال تدريب الرياضي وهيكي شي ولما بلشت مع رؤيي يعني من واحد واحد 2011 لغاية رمضان الماضي كنت بشتغل في برنامج الرياضة وأخبار الرياضة والجوانب الجوانب الرياضية فبأعتقد ممكن هذا الجانب اللي يكون في إلي تأثير فيه أو بيكون في إلي مثلا بصمة من ناحية بالزبط أو إضافة من ناحية البرنامج من ناحية الموضع الرياضي من ناحية فتنس أكثر من ناحية المغامرات من ناحية الرياضات الخطرة أو المغامرات وأنا بدأنا أتفقنا على واحد من التطارير المفاجئ بس هكذا أنا أدأ أقول شو أريد أن أضيف شغلة أنه يعني روحك هيك جديدة على البرنامج دائما الفريق بده روح جديدة دي أحكي لهم أنه هو مش هلقد جدي مبين هلأ جدي هو عنده روح المزح ولكن بما أنك هلأ صرت إليك شهرين بس عندك يعني بنت اللي خيلل لك إياها صار عندك شعور للأبوه هذا بحسه برضه مرتبط في عالمنا الصباح إحنا كتير عنا مواضيع طفولة عنا مواضيع متعلقة بالتغذية فهذا يمكن إيجاب وقته مع بعض نعم يعني هنا سبحان الله بجوز لما يجي طفل للشخص بنخلق فيه إشي جديد صح يعني أنا كنت خايف لما أجتنا لولو كنت أفكر أنه نكسر جواتي إشي بس أنا اكتشفت أنه لا انخلق حيلو انخلق جواتي إشي كنت خايف وشعور الخوف بتوقع شعور كتير طبيعي كنت كتير خايف من هاي التصل وخايف من حالي أتغير وكنت على مدار وقت عم برقب حالي عم بتغير ولي ما عم بتغير عم إشي عم بصير معي اكتشفت أنه هذا الإشي اللي انخلق هو الشعور الجديد اللي بيكمل شعور الرجولة حلو عند الرجل اللي هو في شعور مسؤولية في شعور أنه أنت في عندك طفلة صغيرة بدك تربيها بدك توصل لها بدك تحكي معها بدك تحكي لها عن الأخلاق الحميدة بدك تربيها بدك تعلمها خصوصا أنه عالم صار صعب عالم صار يعني مش به السهولة يربع في طفل صغير فالإشي اللي انخلق هاد حسيت أنه عم بكمل علي يعني عم بكمل على شخصيتي بالتوازن حلو يعني ممكن أنا قبل سنتين أو ثلاث سنين كان عندي يعني شخصيتي كانت يعني خلينا أحكي أستخدم كلمة طايش بجوز بجوز شوي قبل ثلاث أو أربعة سنين يعني ما بنكر هذا الحكي ولكن وجود الطفلة وبعد زواجي بالتأكيد وبعد كل هاي المراحل اللي مريت فيها حسيت أنه صار في توازن أكتر التوازن المطلوب التوازن الحقيقي والتوازن اللي بيخلي الشخص يفكر أنه أنا كيف بقدر أعطي لكل شخص حقه يعني بقدر أعطي زوجة حقها بقدر أعطي طفلة حقها بقدر أعطي حالي حقه تروح شوي جانب الأنانية إذا نقدر محكي مية بالمية بيصير فيه مشاركة أكتر المشاركة أكتر أنه أن الواحد يعطي كتير مختلف عن أنه يأخذ يعني شعور العطاء أحلى أكيد كتير أحلى وكتير مختلف فالعطاء اللي اللي عم بعطيه اللي خلاني أنه يعني لما لما صار فيه الاتفاق أنه أنا أرجع على برنامج دنيا دنيا أنا كنت كتير خايف برنامج كبير ومواضيع متعددة ومش بس في تخصصي اللي هو رياضة يعني مغامرة بالنسبة إلي ومسئولية يعني ما بكون على قد المسئولية يا أما ما بأخذها بالمرة الله يخليكي فا التوازن اللي صار عندي كان دافع كتير كبير أني أخذ هاي المغامرة حل طيب يعني بما أنه أنت عم بتقول أنه بنوتك الله يخلي لك إياها إلها شهرين فهذا مش رح أسألك عن الصبح لأنه أنت لا عندك صبح ولا عندك مساء ولا أنت ولا المدام معروف هذا الموضوع خصوصا يعني بالأشهر الأولى لكن الموضوع البرامج الصباحية بتختلف عن جميع البرامج خصوصا إذا نحكي عن موضوع إنه الإنسان لما يكون صاحي يعني كل واحد بيكون فيه إله مزاجه الخاص فيه أحيانا مثلا أنا أكون صاحي ما مش عبالي أحكي ما بدي أحكي مع حدا بدي أكون رائعة ما بدي أقول إنه إحنا أكيد ما منحب السلبية أبدا دائما نعمل إنه نوصل للطاقة الإيجابية خصوصا للصبح لكن في أشخاص مثلا زي ما قلت لك ما بدهم يحكوا ما بدي أقول سلبي بس يعني بيقول لك أنا بدي ساعتين ثلاثة هيك لا أصح صح بعدين بحكي وبعدين بتفاعل وبعمل بدي أنت من أي نوعية لاحظت إنه برضو إنه لازم تكون كتير شخص إيجابي يعني على ساعة 8 ونص الناس تشوف ناس عم تضحك الناس تشوف ناس إنه عم تعطيهم هالطاقة الإيجابية الدفعة لحتى يكونوا منتجين لحتى يكونوا نشطين لحتى يكونوا متفائلين وغيره هلأ أنتو كتير سهل عليكم تحكوا هذا الحكي لأنه ما عندكم مشكلة لأنكم حلوين ها ها فكرة ما إلو علاقة بالنسبة الحلاوي أي حدا بستقبلكم على 8 ونص الصبح ولكن شاب بده بده يشتغل عشان واحد يستقبله هلأ بكل العالم أكيد مش أي شخص بكون مستعد إنه يستقبل ضيوف على الساعة 8 وصوة إنه يصحم من الموم صح قد يدك تكون قريب يفتح مي بالمية يفتح الباب ويفوت ضيف فقد ما كان قريب حتى لو أخ أو أخت يفوتوا على البيت ويشرب معه ويبدأ أنه يتجاذب معه أطراف الحديث ويحكي ويفتح معه حلو يتجاذب معه يشتغل كمان على اللغة العربية ورياضيات فتخيلي أنه أهلا أنت ما يس بسهولة تدقي الباب على حدا وتفوتي أهلا وسهلا دانا أهلا وسهلا بس أنا الله أعلم الله أعلم فهذا الجانب الخطر إنه والعائلة الأردنية أصلا كمان في خصوصية لسه كتير أكبر بشكل عام لأنه لسه في تقاليد صباحية لكل شخص الأب الأم الأطفال بائما في تقاليد صباحية كيف الواحد بيكون ضيف خفيف لطيف وبنفس الوقت ممتع وبنفس الوقت عم بيعطي معلومة جديدة وبنفس الوقت عم بيثقف وبنفس الوقت عم بيكون متوازن وعم بيكون موضوعي وما عم بيعطي رأيه شخصي ولا عم بيكون في إلو نفسيته أو شخصيته أو وضعه النفسي حاليا أو شخصيته الإنفعالية حاليا مش عم تطلع على الكاميرا هو شخص كتير متوازن وفايت بشكل كتير موضوعي وعم بدؤ الباب على العيلة الأردنية بكل محافظات عمان يعني عفواً بكل محافظات المملكة في عمان أو في الجنوب في الشمال في خصوصيات مختلفة مش كل الناس بتعاملوا مع الضيوف نفس الطريقة عددتك تكون متوازن؟ 100% ورؤية زي ما بلشت أنا حديثي بطلت شاشة رؤية أنا عم بتفرج على المتابعين الفيسبوك مثلاً بالصفحات المختلفة رؤية الأساسية دنيا يا دنيا رؤية نيوز رؤية سبورت فيما يقارب مليونين متابع على الفيسبوك الحال هل الكل بيسأل؟ لأنه كل اللي بيتابعونا بيحبوا نكون ناشطين أحنا نخرج التعليقات صحبة لا أنا سوشال ميديا الحمد لله طمام أوك يلا كتير أكتف كتير أحب الفيسبوك كتير أكتف لأنه هو هلأ يعني كمان مثل ما بنعرف رؤية مش بس الشاشة رؤية نيوز اللي هو الويب سايت الموقع الإخباري بالنسبة للمواطنين يعني موقع كتير مهم بالنسبة للأخبار على التويتر على الفيسبوك على اليوتيوب على الإنستجرام على الأبليكيشنز على الموبايلات يعني موجودة في كل مكان فإذا الشخص ما بده يكون متابع ما بده يكون يعني على مستوى الأخبار هاي وعلى مستوى الإحداث هاي أنت بتعود معناته عن رشيد هاي رشيد مش راضي يتواصل أحكيلك رشيد أنا يعني متأسف وجوز ما ذكرت زملائنا رشيد وروان رشيد واحد من الأشخاص ما شايفني هلا والله يا رشيد مش أصدي لا، مش أصدي هو بدلا يكبر حالا مش أصدي نهيًا بس واحد رشيد واحد من الأشخاص عفكرة اللي دخلني على العالم الإعلام نعم يعني رشيد واحد من الأشخاص اللي أنا يعني كنت تقريباً بأول العشرينات لما تعرفت عليه و هو ساعي 32 سنة أنا موليد موليد 26-11-82 أنت قوس زي زي لا مش شرط قوس وقوس ما داره قوس قوس ناري وناري بتوصل منك قوس وقوس بناح أو قوس واسد بناح المهم ما بديش أبلش بالقوس خليها لعبود كنا بحكة عن رشيد أنه هو واحد من الأشخاص اللي ساعدني أدخل على الإعلام فبالنسبة لي رشيد مثل أستاذ شرف لإلي أن أكون أنوية على نفس البرنامج روان بصراحة ما بعرفها كتير بس إن شاء الله تكون هاي فرصة أنه أتعرف عليها أكتر ونكون كلنا يعني إن شاء الله فريق واحد وعائل واحدة ونقدر أن نوصل للعائلة أردنية رسالة جديدة متطورة دائما ومحدثة دائما ودائما فيها أخبار جديدة ودائما فيها معلومات جديدة وفيها إن شاء الله إشي ممتع وحلوك بداية مباشرة بالخير إن شاء الله يا رب هيتم هيك سرقت النظر على المونسطر وجهك صباحي ما تخاف أنت عم تتغزل فينا لأ بس أنت كمان بشوج فإن شاء الله يا ربيك دائما نكون إقراب وخفاف على الناش إن شاء الله يا رب وكتير مبسوطين بانضمامك إن شاء الله وجهك يكون كمان خير علينا وعلى دنيا الله خليك إن شاء الله رب شكرا هيتم أي يوم أول يوم دوام إليك؟ صراحة لك سمعت ما أبعرف حس بكرة تأخذ عملي لا بكرة أنت جنزاني أنا أبعرف يعني حظ أد ما أطلع أكتر حظي يلا على كل حال إحنا منتمنى لك كل التوفيق وزي ما حكدنا هيك بداية مبشرة إن شاء الله الله يوفقك دائماً منقول إنه الجدية والتحضير خصوصاً ببرنامج زي البرنامج الصباحي اللي إحنا عم نقدمه على مدى أربع ساعات متواصلة لازم دائماً نكون ملمين بكل ما يحدث حولنا ومن فقرات من مواضيع ومن ضيوف هيتم أهلاً وسهلاً فيك وهلأ أنت صرت من أهل البيت زي ما حكينا رح تروح إنت ودانا على المشروع رح سوي أهوة إزباد إنت من أهل البيت رح سوي أهلي أهوة والله يعني كويس طب في عنا سؤال متبع إنت علينا من الصبح ولا عم تعمل تواصل ما أنا معكم من الصبح في سؤال عن إتيكيت وقدي لازم نكون عنا معرفة بالتعامل مع الأشخاص دوي الإعاقة عم نشوف النسب بنعم أو لا فبنا نشوف النسب خلينا نشوف النسب مع بعض ونعرف رأي هيثم هيك سريعاً قبل ما نروح للمطبخ 28% فقط نعم يا ميس يعني النسبة الأقل و72% لا ما بيعرفوا وهون دورنا بالتوعية طبعاً بهذا الموضوع وكان معنا فقرة خلال دنيا يا دنيا يعني تفيد أنا بس أتمنى لكل الأشخاص لأنه قدي كان ممتع أنا شخصياً يعني أخذت هاي الدورة بكيفية التعامل مع الأشخاص دوي الإعاقة فهون نصيحة لكل الأشخاص اللي راحت عليهم فقرة أنا إنسان اليوم ارجعوا تابعوها بطريقة بسيطة جداً ورح ينعكس عليكم بالإيجابية صدقوني لما تشوفوا شخص عنده إعاقة تعرفوا كيف تتعاملوا معه لأنه راح تبسطوا ورح ترسموا البسمة يعني بقلوبهم وعوجوهم لأنه عرفتوا كيف تتعاملوا معهم مش إشي صعب أبداً إحنا مش عم منهمشهم مش عم منقول أنه في طريقة معينة أو طريقة مختلفة أو مميزة لطريقة التعامل معهم لكن في هناك إتيكيت بالعالم لازم نتعامل فيه مع الأشخاص وزي ما وعدناكم بالأستبيع القادمة أيضاً رح يكون فيه نصائح رح نقدم لكم إياها بمهارات التعامل والإتيكيت للتعامل مع الأشخاص دوي الإعاقة فأتمنى أنه النسبة ترتفع من 28 لحط تطوير 100% بمجرد أنكم اتبعونا وزي ما حكيتي دانا هذا دور الإعلام يعني هي من اسم الفقرة أنا إنسان نكون إنسانيين ما نخصصهم دائماً بالفروقات هذا أهم إشيء سريعاً هيثم شو رأيك به النسبة؟ سؤال لم يسب صراحاً دائماً كنت أفكر أنت أخذت الدورة يعني هو سؤال إليك دائماً كنت أفكر أو أحس أنه الأشخاص دوي الإعاقة ما بيحبوا أنه نتعامل معهم بشفقة يعني ما يعني أهم إشيء أنه واحد يتعامل معه أنا أنا يعني كان فيه في حياتي أكثر من شخص أو من أصدقاء أو من مجتمع أشخاص من دوي إعاقة جسدية وكانوا يفضلوا أنه نتعامل معهم عادي كانوا يفضلوا أنه نتعامل معهم حتى أحياناً يقسوا بجوزة زيادة عن اللزوم عشان ما يحس هذا الفرق أكيد طبعاً هلأ إحنا هدفنا بها إذا كنت عبت تابعنا يعني بالأسابيع الماضية إحنا دخلنا هاي الفقرة لحتى نوعي بأهمية الدمج لذوي الإعاقة بالمجتمع أهمية تجنب أو التخلي تماماً وتهميش تماماً النظر الدنيا للأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم أشخاص غير قادرين بأنهم ما لهم الحق أنهم يكونوا مدموجين بالمجتمع زيهم زي أي شخص آخر ما عنده إعاقة فهذا هو الهدف من هذه الفقرة اللي إحنا أضفناها لحتى نوعي أكتر وزي ما حكيت أكيد ما بنا ننظر نظرة شفقة أبداً إلهم إلهم حق زي أي شخص آخر ما نحسسهم صحيح طيب إحنا بدنا ننتقل رح ننتقل مع هايثم على المطبخ يلا على الشغل ندخل بسجارة نودع ميس شكراً ميس إحنا معنا على الشغل على المطبخ اشتركوا في القناة